الواقع هو أن هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية لأن أمريكا وإيران ينخارطان في حوارات مهمة وبعض التنازلات وهذا يؤدي إلى تخفيض بشكل عام للتوتر في المنطقة رأينا وزير خارجية إيران يزور المملكة العربية السعودية زيارة صغيرة أو محدودة ولكن هذا أيضا إيجابي وكما قال الدكتور عباس هناك تركيز الآن على الدبلوماسية قبل المواجهة